لكن قبل ما ادخل في التفاصيل احنا ان شاء الله طبعا هنقفل صفحة البطولات الاندية وقدم نشغل صفحة كبيرة جدا اسمها منتخب مصر منتخب مصر اللي بعد ايام حوالي اسبوعين تقريبا من النهاردة قدامه متحدي كبير تحت قيادة روي فيتوريا قيمة مصر هنتكلم عليها النهاردة قيمة منتخب مصر قيمة النهائية اللي شارك بيها المنتخب في بطولة افريقيا واللي من ساعة ما تم الالان عنها وانا بسمع كمية انتقادات كبيرة جدا لكن مش ده بس موضوعنا النهاردة يعني طبعا يهمنا كل التوفيق لروي فيتوريا كل التوفيق اللي لعبتنا كلهم نجوم كبيرة جدا وان كان في بعض علامات الاستفهام على الاسماء اللي ممكن تكون انضمت او الاسماء اللي ممكن تكون استبعدات زي مثلا ياسر ابراهيم لكن مش عايز ادخل في التفاصيل دلوقتي المركاتو المركاتو في هذا التوقيوم الاتنين اللي جاي ان شاء الله هيبدأ فتح باب القيد للاندية لصفقات المسم الانتقالات الشتو واعتقد انه يمكن قبل ما مستر مارسل كولر ياخد اجستو كان فيه اجتماع مع كابتن الخطيب هنتكلم على تفاصيله النهاردة فيما يتعلق بالتدعيم لكن خلينا اقولكم ان كل ما ذكر كل او كل ما يذكر حتى اللحظة سواء في اسماء راحلين او اسماء صفقات حسامها النادي الاهلي خلينا حطها كده مبدئين قبل ما ارجع لكم في التفاصيل غير مؤكد بنسبة 100% حلينا